انا زي ما كنت بقولك انا قريت البرنامج الانتخابي لونس حيزم ولافت نظري جدا الشق الاقتصادي فيه وتصوراته لعلاج التضخم وزيادة الاحتياط الاستراتيجي من العملة الصعب وانا اتذكر كويس انه كان فيه جزء في الجزء الاقتصادي والمالي ومعاجد التضخم هي انه زيادة طباعة العملة المحلية هتم بواقع اتنين في المية من المعدل النمو يعني الزيادة عن معدل النمو فبدل تلاتة وتسعة من عشرة معدل النمو ويبقى ساعتها ممكن نطبق عملة بقيمة خمسة وتسعة من عشرة الى اخير فانا ركزت فيه جدا لكن السؤال اللي ممكن يطرحه البعض طيب ما هو كل المرشحين ممكن باستثناء الاستاذ فريد زهران باعتباره مرشح يسار ومعارضة هيبقى البرنامج الاقتصادي بتاعهم كل متشابه لا اقول لك الحاجة هو مش كله متشابه بس احنا عندنا حلول عملية اول حاجة احنا في المرنامج الاقتصادي ده هو ده الملف اللي هو بيحتمي بيش عبناص دلوقتي ومحدش يقدر بيقول احنا ما بنتكلمش غير في ايه في المرنامج الاقتصادي وفي مشكلة غزة والثالثة سد من ضهده لكن المستحوذين على الرقي العام داخلي داخل مصر دلوقتي الملف الاقتصادي وملف غزة طبعا وبالتالي هو ده موضوع احتمام الكل لك احنا النهارات اللي عندنا ملف الاقتصادي عندنا رؤية اقتصادية عندنا اه رؤية اقتصادية هل انك انت هتقدر فعلا قادر اه لا قادر على رؤية الاقتصادية طبعا يعني اول حاجة كده بديه جدا اي حد لا يازم يكون هناك زيادة في الانتاج هناك كل المشكلة اللي عندك بتواجهك في هذا الموضوع النضرة نضرة العمرة الصعبة نتيجة قلة الانتاج انت بلا مش منتجة بالقدر اللي انت حجم اللي يليك بحجم مصر فده لازم توسع القعدة الصناعية بتاعك لازم توسع القعدة الصناعية الزراعية استخراجية التعدين التعدين انت عندك كنوز كنوز في مصر قوع تفتكر ان احنا ما عندناش مناجب دهب احنا عندنا دهب عندنا بترول عندنا غاز عندنا معادن يعني عاوز اقولك مصر فيها مصر فيها اه فيها احنا لسه بنتكلم عن الرمال حتى الرمل عندنا اللي العلم كله بيروح ييجي يبوس على ايد الدول الثانية علشان تقدر يحصل علشان الصناعات اللي في العالم كله مغزية الصناعات الصيارات المغزية لكل الصناعات مصر عندها بوفا سلك شوف حضرتك انت مش متخيل انت في مصر فيها انت عندك يعني لازم الزيادة الانتاج الاستخراجي زراعة عندكش اراضي الحمد لله ده انت عندك اراضي قابلة للزراعة والاستصلاح عظيمة يعني الحمد لله تقدر تقول هي مصر ماشية في الموضوع ده بس هل هي احنا ماشيين اولا ماشيين ببطء بامور بزمن لا يتناسب مع حجم المشكلة ومع الازمة اللي احنا فيها اولا ماشيين ايضا بفك مش استثماري انت النهارم ده حل مصر حاليا دلوقتي الزراعة والصناعة والاستخراق طب ده كلام عندين قلعا وعندك مياه خلي بقى حضرتك عندك مياه جوفية تقدر تحل بيقز ازمتك طبعا احنا كل مشكلتنا العمد للغاية طب ده الصعبة بتاعتنا ريحة فين باوتو سلع الستراتيجية الاساسية